تنميل الإيدين فيه ناس بتبقى قاعدة كده في أمان الله يقولك أنا بقى وأنا قاعد شوية كده وأنا قاعد على كرسي ألاقي إيدا مننملة وأنا قايم من نوم ألاقي إيدا مننملة وأنا لو تميلت شوية كده وأنا بعمل حاجة واجه أرجع ألاقي إيدي نملت إيه بقى موضوع إن أنا أدام نملة إيه الأسباب والتشخيص وطمننا يا دكتور أشرف أرجوك إن شاء الله خير التنميل إيد التنميل عموما عبارة عن شكوى من العصب إن الغذى مش وصل له كويس أو إنه فيه التهاب أو إنه فيه ضغط يعني المولى سبحانه وتعالى اختص الأعصاب بنوع من الترفيه والرقي إن هما خلاياهم بيبقوا محفوظين في حتة بعيدة عن الأطراف يعني العصب بتاع الأساس بتاع الصباعي ده الخلية بتاعته فرقب مم مم فالأعصاب ليها استقلالي هي ليها استقلالية وعزلة لألم نظر الأهميتها وخطورتها فهي ما بتتعاملش مع الأنسجة المحيطة بيها يعني اعتبرها الاستقراطية بتاخد بالممبع بس ما بتاخدش من الاسجال يعني فعلا يعني سبحانك يا رب سبحانه المولى العزيز العظيم فالموضوع ده معناه انه فيه اضطراب في الوظيفة التوصيل مش ماشي كويس والغزة مش ماشي كويس لعصب